صحتك بين يديك تشارع عمليات التجميل في برلين أهلا بك معنا دكتور دكتور متى يصبح تساقط الشعر أمر مرضي ويجب مراجعة الطبيب عندما المرأة يشعر بغير القلق ودياد نسبة سقوط الشعر أكثر من شعرها باليوم نعم فعليه الذهاب للطبيب وماذا يفعل الطبيب في هذه الحالة ما هي أنواع العلاج أو بداية تشخيص الحالة طبعا الطبيب العلاج يشوف الأسباب راجع الأسباب التي أدت إلى سقوط الشعر فمنهم الجلد الشعر جلد الرأس الشعر الموجود يكون مصاب بفطريات أو أمراض جزدية أو الأسباب الثانية لمراجعة من شخص لشخص لتحليل اللازمي نعم حسب الحالة حسب الحالة حسب الشخص أو رجل وفي مسألة العلاج يعني عادة ما تستخدم بعض الهرمونات لعلاج تساقط الشعر فهل تنصح بها؟ ننصح بها إذا كان سبب خلالي بالهرمونات إذا كان في عندهم سبب نقص بالهرمونات فنعوض الهرمونات اللازمة وإلا ما في داعي لا يستخدم لكل أنواع يعني مجرد زيادة سقوط الشعر يستخدم بعض الأطباء أو متداول استخدام الهرمونات لا تنصح به فقط عند نقص عند نقص من الحالة لحالة تختلف وهل هذا على حد سواء بين الرجال والنساء؟ بالضبط نعم يمكن استخدام الهرمونات في هذه الحالة ولكن هل لها يعني عوارث طبعاً الخرمونات هلها عوارث عند الرجال يستخدموا الهرمونات عند أمراض البروستاتا فهي تزاد نسبة الأونسي عند الرجال والنساء يزاد حجم الجسم أكثر نعم زيادة بالوزن يعني تقصد طبعاً طب دكتور لدينا مشاهدة داليا حمدي تسأل عن فائدة العلاج بالخلايا الجذعية وهل هي أفضل من زراعة الشعر؟ يختلف من شخص لشخص في منهم طبعاً اللي بيحاجي و شو اسمه يكون عندهم الزرع يكون أحسن من الثانية حسب حالة الشخص الشخص الموجودة طب دكتور أنت الآن مثلاً الحالة التي لديك هي تعتبر وراثية حالة وراثية طبعاً وبهذه الحالة أي أفيد؟ الزرع 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 ولكن هل هي ظاهرة أنا لاحظت لا أدري ربما تستطيع أن تصححني في العالم العربي يعني موجود أكثر هذا الشكل من الصلاة هل هو له علاقة بالمناخ في المحيط ما الأسباب؟ في السببين سبب ويراثي وسبب الطبيعي اللي هو جو نسبة الدرج الحرارة العالي الموجود عندنا في شرق الأوسط وطبعاً نوعية التغذية والحالات النفسية أسباب مختلفة مختلفة أوش الداخلية للعوامل الوراثية الجلجية أولى بعد أن العوامل الخارجية والتغذية الصحية والحياة الصحية نعم وفي هذه الحالة عندما يكون وراثي يعني تنصح بزراعة الشعر وليس استخدام الهرمونات وبعض الأدوية إذا كان وراثي طبعاً إذا من حسب العمر إذا كان فوق العشرين بداية العشرين شعر بها الشياتة فنعمل بالهرمونات لنشوف النسي النجاح يكون أعلى إذا في مرحلة متأخرة طبعاً الزرع بيكون أفضل دكتور الهرمونات والعوامل الوراثية هي من أهم أسباب تساقط الشعر وهل هناك أسباب أخرى؟ أسباب الأخرى مثل الجيل لدينا المواد الصبغيات الموجودة بالسوق فتمنع عن الجزر الشعرى الأكسجين طبعاً نقص الأكسجين للجلد للشعر للتغذيات فتحرق عملية الجزر الشعرى ولذلك سرعنا نوع منها سقوط الشعر نعم في هذا السياق سألتنا مشاهدة ما هي أبرز مستحضرات العناية بالشعر التي تؤدي للإصابة بتساقط الشعر وبالتالي يجب الإبتعاد عنها القيل والشبري الشعر المستخدم بالسوق إذا ما فيه مواد طبيعية فيه مواد طبيعية طبعاً ما تأثر إذا كان مواد كيميائية المواد كيميائية تمنع الأكسجين عن جزر الشعر وتموت جزر الشعر فلذلك ساقط الشعر وهذا أيضاً ينطبق على الصبغة لأن هناك أيضاً مشاهد من العراق يسأل بخصوص صبغة الشعر باستمرار هذا ينطبق أيضاً على ولكن الآن هناك أنواع من صبغ الشعر الذي يعتمد على المواد الطبيعية ربما أفضل المواد الطبيعية منها الزيت الزيتون اللي بيغزي الشعر فيه فيتامين A وفيتامين A اللي بيغزي الجلت فيه عندنا زيت النخيل كمان طبعاً طبيعي وطبعاً المواد الغذائية الإنسان اللي يتغذيها كل يوم هذه نصائح للعناية بشكل عام بالشعر طيب دكتور أنت ذكرت قبل قليل هناك أيضاً أسباب أخرى ربما تعمل على تساقط الشعر مثلاً نقص بعض الفيتامينات طبعاً في عنا فقر الدم اللي هو عنا الفريتينين اللي هو داخل الخليج وعنا الحديد اللي هو خارج حليج بالدم فمن التحديد الأخطاء اللي عم صير عنا نقص الفريتينين ما بينكشف إلا إذا عملنا فحص للفريتينين يكون الحديد عنا نسبته جيدة بالدم ولكن عنا فريتين نقص لذلك لازم نعوض الكامل الداخل الخليج والخراج الخليج الفريتينين والحديد بشكل عام هناك أيضاً بعض الأطباء والصياد اللي ينصحون بتناول حبوب البيوتين أو الزنك حتى طبعاً هذول يزيدوا نسبة التغذية وهذا الشيء بيقوي الشعر عامل صحي لجذرة الشعر نعم نصائح عامة دكتور ماذا تنصح المشاهدين كي يحافظوا على شعر جميل وسليم طبعاً النظافة بالجلد مرتين لثلاث مرات بالأسبوع بيكفي غسل جلد الرأس لأنه عند مواد دهنية اللي بحاجة تحافظ على مرونة الشعر والتغذية الصحية والنوم الصحي طبعاً وحالات النفسية وعند الحوامل طبعاً المحافظة على الحديد بشكل خاص الفريتينين والفقرة الدم الموجودة عندهم شكراً جزيلاً دكتور على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر